أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه نراجع سوية ما ممكن أن يحدث من أخطاء أثناء تلاوة هذه الصفحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال هنا انتبه إلى الراء المرققة لكي أنه لا تفخمها أو تكررها تقول الرجال خطأ أو الرجال تفخمها خطأ الرجال هكذا وأيضا الأليفات انتبه لا تجعلها ممالة الرجال جال خطأ جال الرجال قوامون القاف مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة الواو مشددة فيها نبر نسمع صوت الواو الساكنة قوامون هكذا ونضم الشفتين في الميم والواوات على المراققة لا أقول على 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 النساء بما النون مشددة وفيها الغنة أكمل ما تكون الألف هنا حرف المد والهمزة في كلمة واحدة مد واجب متصل بمقدار أربع أو خمس حركات بما كسرت الباء بي بما وليس بما بما لا بما بما فانضالة هنا انتبه الفاء ممكن أن تفخم لأنها جاورت الضاد المفخمة ساكنة مفتوحة ساكنة أربعة مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية واللام مفتوحة جاءت قبل اسم الجلال الله تفخم اللام من اسم الجلال الله فإذا وقعت اللام بين مفخمين اللام والضاد فممكن أن تخطئ وتقول فانضال الله ضال ضال هذا خطأ ف مرقق ض فانضال لا فانضال الله هكذا خلصها وتمرن عليها يعني بهدوء وفكك الكلمات والحروف وثم ركبها حتى تخلص المفخم من المرقق بعضهم بعضهم العين لا تقلق لها قلت سابقا أنه العين الساكنة ممكن أن تقلق وهذا خطأ بعضهم خطأ فاعطي حقها من جريان الصوت لأنه من أحرف التوصل للعمر بعضهم على بعض وبما كذلك بعض وأيضا ممكن أنه تقول بعضهم تفخم الباء والعين لأنه الضاد مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة مي مظهرة بعضهم على بعض أكسر طبعا الضاد المكسورة هنا مفخمة مرتبة أخيرة خامسة وأكسر ثم أدخل في الغنة غنة الإدغام تنوين مع الواو أعطي حق الكسر ثم أدخل في الإدغام بعض وبما أنفق وبما أنفق حرف المد بما همزة أنفق مد جائز منفصل بمقدار حركتين واربع وخمسة نون فإخفاء ذب إلى مخرج الفأ أنفق أنفق ألقاف مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة من أموالهم نون همزة إظهار لا أقطع صوت النون من أموالهم قطعت صوت النون إظهار من أموالهم أموالهم لا تقلق الميم هذه أسمعها مثلاً يقول أموالهم هذا خطأ أموالهم هكذا نجري صوته في الميم من أحرف التوسط لنعمر كسرة اللام والهاء والميم مظهرة في الوقف والوصلي أموالهم فالصالحات هناك كلمة فالصالحات ممكن أن تبدأ من الفأ مفخم لأنه وين عندنا الصاد وننتقل من همزة وصل إلى اللام الشمسية ننتقل من الفأ إلى الصا فتقول فالصا فالصالحات صاد مشددة صاد ساكنة ثم صاد مفتوحة بعدها ألف الصاد المفتوحة بعدها ألف مفخم مرتبة أولى صاد الساكنة مفخم مرتبة رابعة فنفرق ولا أقول فالصالحات صالحات لا تكوير لا إعمال للشفتين فيها فالصالحات قانتات حافظات فالصالحات قانتات حافظات ألقاف مفخمة مرتبة أولى لأنها مفتوحة بعدها ألف ثم بعد ذلك لدينا تنوين مع الحاي ظهار قانت لا أقول قانتات لا أكوير شفتين انتبه لا إعمال للشفتين عند نطق حروف الاستعلاء السبعة قانتات حافظات الحاء مراققة وضاء مفخم مرتبة أولى فهنا لا يلتبس عليك الأمر وتقول حافظات تفخم الحاء والفاء والضاء هذه الأمور ركز عليها وخلص المفخم من المراقق الضاء قما قلت مفخم مرتبة أولين مفتوح بعدها ألف وهنا لدينا تنوين مع اللام إضغام بغير غنى نأكل النون التنوين حافظات لل حافظات لل كسرة لا تنسى غيب غين مفتوحة مفخم مرتبة ثانية يا ساكنة قبلها مفتوح يا أولين بكسرة للغيب ب للغيب بما أحقق الكسرات والباءات حفظ الله حفظ الله أعطي حق الضاء مفخم مرتبة ثانية وبما أنه مفتوح جاء قبل اسم الجلال الله تفخم اللام كما سمعتم بما حفظ الله وقف علىها ساكنة مهموسة مراققة يجري فيها صوت والنفس باهتزاز الأوتار الصوتية عند أقصى الحلقة والتي تخافون والتي لا تمسك اللام المشددة دائما نقولها والتي هذا خطأ لام يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة لين عمر تخافون لا تفخم التاء التي جاورت الخاء الخاء مفخمة مرتبة أولى مفتوحة بعدها أليف تخافون نوشو نو نوشو انظر إلى ضم الشفتين من البداية نوشوزهن نوشوزهن فعيظوهن أنا أنتبه إلى ضم الشفتين في المضموم والواو الله يرضى عنك والنون المشددة الغن أكمل ما تكون فاعيظو أضاء مفخمة هنا مرتبة ثالثة نركز عليها فاعيظوهن وهجوروهن وهجو ألها باهتزاز الوتار الصوتية في منطقة أفص الحلق وأجري فيها الصوت والنفس والصفات وصفاته تكون واضحة جدا في الحروف الساكنة أرى مفخمة أرى مفخمة لأنها مضمومة وانضريبوهن وانضريبوهن انتبه إلى الضاد الضاد الساكنة يجري فيها الصوت لا يجري فيها النفس يعني هي رخوة وهي فيها استطالة وهي مفخمة مرتبة رابعة مرتبة الساكن إذن والضريبوهن أرى مرقق لأن المكسورة ولا أقول والضريب والضريب هذه الض فانتبه لهذا لأنه الضاد هي من إحدى حفتي اللسان مع ما يحاذي من الأدراس العليا والضريبوهن أقف على هكذا نون فيها غنة لأنها نون مشددة فإن أطعناكم نون همزة إظهار وهذه الهمزة المكسورة من فإن لا تمط فإن أطع خطأ فإن هكذا فإن أطعناكم وانتبه إلى أنه النون مظهرة لا تقطع صوتها فإن أطعناكم هكذا قطعت صوت النون أطعناكم لا تقول أطعناكم إياك أن تفخم العين المراققة لأنها جاورت أطع المفخة مرتبة ثانية والعين عميقة أطعناكم كوم وليس كوم كوم خطأ كوم هكذا مراقق الكاف والميم مظهرة خاصة جا بعدها ف وحذر لدى واو وفا أن تختفي فإن أطعناكم فلا تبغوا فلا لا لا فلا تبغوا الباء مقلقة لقلقة لصورة في وسط الهو وفا وفا الهو وفا الهو هذا خطأ لا تقلل صوت الألي يا مشدد فيها نبر ونسمع صوت الياء الساكنة من الياء المشدد لكي لا يختفي صوتها تنوين مع الكهف أذهب إلى مخرج الكهف إخفاء كسرة الباء نقف الراء مفخمة لأنها مفتوحة وكذلك الألف تتبع تفخيمها في الراء ونقف على مد العوض بمضارح حركتين وإن خفتم نونخاء اظهر وإن خفتم الفاء يجري فيها الهواء والصوت خفتم تم مظهرة وإن خفتم شيقاق بينهما القافة الأولى مفخمة أكثر من القافة الثانية لماذا لأنها مفتوحة بعدها ألف القافة الثانية فقط مفتوحة فانتبه شقاق بينهما بينهما ساكنة قبلها مفتوح يا أولين نيهي كسرة النون والهاء فبينهما فبعثوا باء مقلقة لقلقة لصغر في وسط الكلام حكما فبعثوا حكما تنوين مع الميم حكما حكما من أهله أنا أركز على الكسرات لأنه هناك دائما أسمع اختلاس للكسرات فانتبهوا لها أهله وحكما مد صلا هنا صغر بنغضارح حركتين وحكما تنوين مع الميم إضغام نون همزة إظهار وحكما من أهلها طبعا رحقف ما الطبيعي لأنه ألف ساكن قبلها مفتوح وإذا استمرت سوف يكون لدينا مد جائز منفصل بمقدار حركتين أو أربعة وخمسة أهلها إن يريد نون يا لا أجعلها يا الغنى إن يريد هذه لازم يكون هناك غنى مصاحبة لها من الخيشوم إن يريد إصلاحا يريد رأى مراققة أنا لدينا حرف المدوى في كلمة يريد الهمزة في كلمة إصلاحا إذن ما جائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة يريد إصلاحا إصلاحا هنا ركز على الصاد التي يساكن مفخمة مرتبة رابعة ويجري فيها الصوت والنفس وأيضا هي من أحرف الصفير ولا نقول إصلاحا تبه لا تفخم الله إصلاحا إصلاحا يوفق الله بينهما كما سمعتم تنوين مع الياء لا أجعلها يا صافية وغنى لازم مصاحبة لها من الخيشوم يوفق الله بكسور قبل اسم الجلال الله اللامرققة بينهما مرت معنا الياء ساكنة قبلها مفتوح يا أولين ونقف على مد طبيعي بمقدار حركتين إذا استمرت في القراءة ما الجائز منفصل بمقدار حركتين واربعة وخمسة بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن الله مرت معنا قبل قليل عليما خبيرا تنوين مع الخا إظهار نسمع صوت النون المظهرة عليما خبيرا من غير أن نقطع صوت النون الخاء مفخة بالمرتبة الثانية لأنها مفتوحة اكسر الباء جيدا الراء مفخمة لأنها مفتوحة والألف تتبع الراء نقف على مد العوض بمقدار حركتين واعبد الله هنا لا تقول واعبد الله لأنه جاء مضمون قبل اسم الجلال لا تفخم الله فنفخم الدال والدال ومراقق العين انتبه إليها أنه يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة ومن وسط الحلق عميقة فلا أقول وعبد الله خطأ وعبد الله ولا تشريكوا به شيئا ولا تشريكوا شيء تفشي أعطيها حقا ولا أكز على الأسنان ولا تشريكوا هكذا أخنق التفشي انتبهوا لا يوجد هناك أكز على الأسنان بس تكون مفتوحة ولا تشريكوا هكذا تام ضموما ضم الشفتين مراققة لأنها مكسورة به شيئا كسرة الباء والها مدصل صورة بمقدار حركتين شيئا الياء ساكنة قبلها مفتوح تكون ياؤلين ونقف على مد العوض بمقدار حركتين إذا استمرنا التنوين مع الواو شيئا وبالوالدين وبالوالدين انتبه إلى هذه الكسرة ولدين إحسان إحسان اسمع صوت الحا يجري فيها صوته والنفس وصافية من منطقة وسط الحل تنوين واو إحسان وبذي القرب وبذي القرب هنا انتبه أن تسحب ضمة الميم أي ضمة القاف عفوا إلى الراء الساكنة تقول القرب هكذا أنت سحبت الضمة إلى الراء الساكنة وهذا خطأ واللام قمرية لأنه أبغي حجك وخف عقيمه قاف قمرية وهي مفخم مرتبة ثالثة مضموم الراء مفخمة للنساكنة قبلها مضموم نبدأ بهمز القطع مفتوحة القرب واليتام لا أقول واليتام والمساكين والجار هذه ألفات مقللة انتبه واليتام والمساكين والجار جار طبعا الراء مراقق مكسورة والجار ذي القرب والجار الجنوب الجنوب طبعا القرب مرت معنا والجار ما بها شيء غير أنه بس ركز على الألفات الجنوب جنوب انتبه إلى ضم الشفتين منتصر إلى الجين والصاحبي والصاحبي الألف أيضا تتبع التفخيم مع الصاد والصاد مشدد الصاد ساكنة مفتوحة بعد ألف الثانية الساكنة رابعة مرتبة التفخيم والثانية الصاد مفتوحة بعد ألف أولى مرتبة أولى تفخيم لا تقول والصاحبي انتبه والصاحبي مراقق حيبي بالجنب هنا الجنوب بالجنب ونوم مع الباء إقلاب فانتبه لهذه الكلمات الجنوب بالجنب وبني السبيل الباء مقلق الله من كلمة وبني السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ملكة التاء ساكنة في همس في الوقف والوصل فانتبه لها ولا أقلق لها أو لا أبالغ أبالغ كيف وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هذه مبالغة في الهمس أو أقلق لها كيف وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ هذه قلق لها الصحيح وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ نُكُمْ وَانْكَافُ مُرَقَقَةً وَنَضُمُ الشَّفَتَيْنِ في النون والكاف مين مظهرة في الوقف والوصل إن الله مرت معنا بأنه نون مفتوحة جاءت قبل اسم الجلال الله اللام مفخم إن الله لا نقول الله الله هكذا بعضهم يكور الشفتين فانتبه إن الله لا يحب من يحب كسرة الحاء يحب باء مش شديدة مجهورة لما أقول شديدة أنه لا يجري فيها الصوت مجهورة لا يجري فيها النفس فانتبه من كان نون كاف أذهب إلى مخرج الكاف أتهي لنطح حرف الكاف من كان مختالا مختالا لا تسحب ضمة الميم إلى الخاء الساكنة مختالا خطأ مختالا فاخورا هذه الخاء ساكنة مفخمة مرتبة رابعة هذه الخاء فخورة مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة الراء مفخمة لأنها مفتوحة والألف تتبع الراء بالتفخين ونقف على مد العوض بمقدار حركتين تنويل مع الفا طبعا هنا أذهب إلى مخرج الفا أتهيأ لنضع حرف الفا إخفاء والغنى تكون مرققة مختلا فخورا وليس فخورا فا فا لا فا فخورا تبه الذين أبدأت بهمزة قطع مفتوحة لأنه ثالث الحرف مكسور واللام اسمية مضامة مرققة لا أمسكها الذين أذمسك دائما تذكر أنه لين عمر هي أحرطة وسط يجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة اكسب الذالة جيدا ذي الذين يبخلون يبخلون مقلقة لقلقة صغرة في وسط الكلام الخاء مفخمة مرتبة ثانية مفتوحة وباقي الحروف مراققة يبخلون لا أقول يبخلولون تبه يبخلون هكذا الصح الهمزة ساكنة بقفل الأوتار الصوتية في منطقة أقصى الحلق لا أقلق لها تقول ويأمرون خطأ ويأمرون خطأ إذن ويأمرون الناس بالبخل ويأمروا الراء مفخمة لأنها مضمومة الناس نون مشددة فيها غنق أكمل ما تكون ب بل بل انتقلت من الهمزة هنا من الباء المكسورة إلى اللام لأنه همزة توصل واللام هنا قمرية لماذا؟ لأنه الباء إن أحرف القمرية ابغي حجك باء الخاء هنا ساكنة لا تسحب ضمة الباء إلى الخاء والخاء هنا يجري فيها صوته النفس والخاء هنا مفخمة مرتبة رابعة لأنها ساكن وأقف إذا أردت أقف أقف بلام ويجري فيها الصوته فترة زمنية بسيطة ساكنة لأنها من أحرف التوسط للعمر بالبخل بالبخل هكذا بالبخلي لا أسحب ضمة الباء إلى الخاء بالبخلي تمام؟ بالبخلي ويكتمون كاف؟ لا أبالغ في الهمز كما مرة معنا ولا أقلق لها ويكتمون خطأ ويكتمون خطأ ويكتمون أك 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 ويكتمون تومون ضم شفتين ما آتاهم أي يكتمون الذي آتاهم الله أما إذا أنت تقول ويكتمون ما آتاهم هكذا تنبر الماء كأنه تنطيني شعور بأنه أنا ما آتاهم ما آتاهم بأن ما هو آتاهم فاتبهوا لهذا يكتمون الذي آتاهم وَيَكْتُمُونَ مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مَا أَتَاهُمْ طُوعًا مَدْ جَائِز مُفَصَل 2-4-5 وَهُنَا أَتَاهُمْ مَدْ بَدَلْ حَرَكْتِينَ لأنه ألف ساكن قبل همزة مفتوحة بما أنه سبق مضموم ميم مضموم قبل اسم جلال الله تفخم اللام لا نفخم الميم الميم رقق أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ مرت معنى هذه الكلمة أنه لا أفخم قلفاء أو اللام لأنه الضاد مفخمة ومرتبع رابع لأنها ساكنة ويجري فيها الصوت وكذلك فيها استطالة فانتبه لا أقول فضله لا أجعلها ضاء فضله هكذا أو أقلقلها فضله فضله هكذا كأنه أحد يضربها هذا الضرب كأنه أصبحت مقلقة فانتبه الصحيح فضله فضله وأعتدنا الهمزة والعين دائما أنا أقول أنه متقاربة في المخرج فأركز النوت يخرج كل حرف بطريقة صحيحة وأعتدنا دال مقلقة لقلقة لصغرى في وسط الكلام للكافرين لا تقول للكافرين خطأ إيمان للصوت الألف للكافرين خطأ للكافرين رأى مراققة أكسرها وأكسر الف رأى مراققة لأنه مكسورة عذابا عذابا متبه لأنه من تقل للميم رأسنا ضم الشفتين تنوين مع الميم إضغام عذابا مهين مهين كسرة لها وبعدها هي أقف على مد العواض بمقدار حركتين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليه هذا ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيا فمني أو من الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم المصلي والسلام عليكم ورحمة الله ومركاته